بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اسمي ادهم الشهابي ودي الحلقة الاولى في سلسلة تعليم برمجة تطبيقات الايفون في الحقيقة دي الحلقة الاولى في الجزء التاني من سلسلة تعليم برمجة تطبيقات الايفون على مدارة 3 سنين اللي فاته انا عملت already 23 حلقة في سلسلة تعليم برمجة تطبيقات الايفون لكن دلوقتي الحلقات دي تعتبر قديمة بسبب تحديث الاكس كود طبعا بقالنا ثلاث سنين ففي حاجات كتير اتغيرت لذلك انا قدرت ان انا احدث السلسلة دي واسجلها من جديد هحاول ان شاء الله ان انا انزلها بسرعة بحيث ما تخدش ثلاث سنين تانين برضو في خلال الثلاث سنين دول انا تعلمت بعض الحاجات زيادة فهحاول اشاركها معاكم ان شاء الله السلسلة دي موجهة للمبتدئين بشكل خاص لناس اللي هما يريت عندهم بعض الخلفية في البرمجة يعني يعرفين ايه المتغيرات وما الى ذلك لكن عايزين يخشوا في عالم برمجة الايفون والايباد كمبرمج ايفون او عشان تتعلم برمجة تطبيقات الايفون انت محتاج بشكل اساسي جهاز ماك يكون جهاز ماك حديث نسبيا يعني اشتريته او تم انتاجه في خلال الكام سنة اللي فاته يعني اربع خمس سنين اللي فاته مش محتاج جهاز يكون مواصفاته كبيرة كفايا ان هو يكون في رام كويسة بعض الناس بيقولون يعني في بعض اصدقائي بدأوا يطوروا على الويندوز باستخدام هاك انتوش وما الى ذلك لكن انا شخصيا ما ليش خبرة في الكلام ده لكن انا عايز تبحث ابحث عن هاك انتوش فممكن ان انت اتطور على ويندوز لكن انا دايما بنصح الناس اللي هتتعلم البرمجة الايفون والايباد انه هما يستثمروا ويشتروا ماك تمام حتى ارخص ماك هيؤدي بالغرض برضو لو معك ايفون يعني ايفون فور او ايفون فور اس خاصة فور اس دلوقتي تقدر ان انت تتجرب عليه البرمجة لكن مش محتاج يعني الايفون مش عنصر اساسي في ان انت تتعلم برمجة الايفون لان ممكن تتجرب كل حاجة على زي ما تقول الايفون الوهمي اللي ابل مزودانة به في الحزمة بتاعتهم وهوريك الكلام ده دلوقتي في الحاجة التالتة اللي انت محتاجها علشان تبقى مطور ايفون وتنشر تطبيقاتك على ابل ستور او على برنامج على متجر ابل ان انت معاك برنامج مطوري ابل البرنامج ده هو حساب بتشتغل بتشترك فيه على الانترنت انا هفتح دلوقتي الحساب ده developer.apple.com اه من هنا بتقدر تعمل اكاونت وتسجل فيه تخش على الميمبر سنتر الميمبر سنتر بتاع ال ال developer.apple.com ممكن ان انت اه بتملع فورم وتعمل تسجل في الموقع وتدفع تسعة وتسعين دولار في الشهر اه في السنة عفوا بتدفع تسعة وتسعين دولار في السنة التسعة وتسعين دولار دول بيمكنوك ان انت تنشر تطبيقاتك على اه متجر التطبيقات حتى لو انت عايز تعمل تطبيقات مجانية مجرد ان انت تحط applications او تطبيقات على ال app store يعني على متجر تطبيقات ابل فانت محتاج تدفع التسعة وتسعين دولار دول. اه ممكن برضو التسعة وتسعين دولار بيخلوك ان انت تقدر تجرب ال application بزاعتك على ايفون حقيقي مش الايفون وهمي بس اللي هما بيدهولك يعني في ال x code اه ممكن تجرب على على تقريبا ميت جهاز ايفون لك زي ما تقول limit ان انت ميت جهاز ايفون او ايباد تجرب عليهم تطبيقات اه او تبعاتهم يعني اجهزة اصدقائك وما زلك عشان تجرب عليها الايه ال application بتاعك. اه لكن طبعا في البداية انت لو عايز تتعلم البرنامج دلوقتي مجانا مش محتاج ان انت يبقى عندك حساب مطورين فممكن تنزل ال x code ده البرنامج اللي اللي هنتكلم فيه وتبدأ تتعلم ولما تبقى جاهز او عندك تطبيق صغير بعد كده ممكن تشترك في حساب المطورين وتبدأ ترفع التطبيق بتاعك. اه خلال الدورة دي ان شاء الله او خلال السلسلة دي. اه السلسلة دي ما لهاش عدد محدد يعني هاود اسجل لغاية ما ربنا قد ما ربنا يقدرنا. اه خلال السلسلة دي هو مفيش منهج يعني انا مش مش مدرس مبرمجة لزلك انا هعمل الحلقات اه على حسب طبعا هسجل الحلقات القديمة على حسب الحلقات اللي هسجلنها قبل كده لكن برضو بين الفينة والفينة هدخل حلقات جديدة حسب حسب مزاجي او حسب الاستفسارات اللي انتو بتبعتوها. اوكي اه لو انت اسمعت الحلقة اللي فاتت انا كنت بكل او الحلقة الاولى في السلسلة اللي فاتت الحلقة القديمة اللي من ثلاث سنين هتعرف ان احنا كنا نتكلم على برنامجين. لكن احنا في الحلقة دي هنتكلم في الجزء ده هنتكلم عن برنامج واحد اللي هو الاكس كود تمام. اه كان في برنامجين زمان اكس كود و انترفيس بيلدر. لكن ابل دمجت الانترفيس بيلدر داخل الاكس كود و اصبح برنامجا واحدا كبيرا تمام. الاكس كود دلوقتي الناس برضو كم زمان بيبيعوه كانوا ممكن موجود لمطورين بس. لكن دلوقتي ممكن اي حد يجيبه من على بتاع الماك. يعني خش على واكتب اكس كود. حتلاقي الاكس كود على حد علمي مجاني. فانت تخش هو هو اول نتيجة لازم تطلع. انا تبقى ان انا عندي فمش عارف هو لسه مجاني ولا لكن مفروض ان هو يكون مجاني. من هنا بتضغط وتنزل الاكس كود وبالتالي بتبقى انت جاهز ان انت تبدأ تعمل او تتعلم حتى على الاقل برمجة تطبيقات الايفون والايباد. طيب حلقة النهاردة هتكون بمنهية مقدمة هتكون بسيطة جدا انا هفتح بس الاكس كود ونبص مع بعض شكله عامل ازاي فانا هنزل كل الحاجات دي. اول ما بفتح الاكس كود بتطلع علي شاشة بتقول لي ده الاصدار اللي احنا هنشتهل عليه مؤقتا اصدار خمسة واحد من عشرة. على يمين بيبقى فيه المشاريع اللي انت اشتغلت عليها مؤخرا وهنا من الزرار ده تقدر تعمل مشروع اكس كود جديد. فانا هبدأ اعمل مشروع جديد. طيب اول ما انا اخترت مشروع جديد الاكس كود هو برنامج انت ممكن تستخدمه لعمل تطبيقات للماك برضو. يعني تطبيقات للماك نفسه. ولل اي او اس. الاي او اس اللي هو الايفون والايباد. ام. فعندك على الشمال الاول شاشة دي بتطلع هي شاشة تختار انت منها زي تيمبلت. يعني حاجات افتراضية ابل عاملها علشان انت تستخدمها وتعدل عليها. على الشمال فوق في اي او اس. وتحت او 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 اس اكس. اغلب شغلنا في الدورة دي هيكون على الجزء اللي فوق على الشمال اي او اس. اوكي. طبعا فيه ابليكيشن فريمورك واثر. فاحنا برضو غالبا هنشتغل نبدأ نشتغل فقط على الابليكيشن. فانت تأكد دايما في كل مرة بتفتح مشروع جديد ان انت في اي او اس ابليكيشن. اوكي. دي زي ما تقول جهزة ممكن تبدأ تشتغل بيها. اه النهارده انا هبدأ بابسط واحد فيهم اللي هو ده بيديك شاشة واحدة اه جهزة. اه هختارها وهعمل بعد كده بيسألني ايه هو البروداكت نيم. في البروداكت نيم انا هدخل اه اي اسم اه يروقوا لي. هقول مسلا اه او ايفون كورس الفين واربعتاشر. اوكي. ده هيبقى البروداكت نيم. انا هسميه بقى بما ان دي الحالة الاولة هسميه داش ون. الورجنزيشن نيم ده ممكن تحط فيه اسمك او اسم الشركة مش مهم. الكمباني ايدنتفاير ده اه ابل بت يعني زي ما بتقول بتنصح ان هو يكون الدومين نيم بتاعك بالمعكوس. فانا عندي موقع بتاعي اسمه ادهاموكس دوت كوم فانا حاطت كوم دوت ادهاموكس. وهتلاحز انه السطر اللي تحته حصل اه في حاجة اسمها باندل ايدنتفاير. ده يعني هو بيتم عمله من الخانة ده الاولى والتالتة. اه ده المعرف بتاع الابليكيشن بتاعك. يعني ده اسم الابليكيشن بتاعك. زي ما بتقول اسم المستخدم بتاع الابليكيشن بتاعك. اه يعني اسم يونيك او او اه مميز اه عند ابل. تمام? فلازم تختار اسم هنا اه تتوقع ان مفيش حد في العالم اختاره. واتوقع ان مفيش حد من العالم اختار كوم دوت ادهاموكس دوت اه ايفون كورس 2014 وداش واحد. بعد كده اه ما تستخدمهاش دلوقتي دي يعني مش هتحتاجها في في الان. بعد كده عندنا اه دي الاجهزة اللي انت هتطور لها بتاعك. اه اه هو في الايفون والايباد او يعني مبرمج او معد ان هو يشتغل على الاتنين يعني على الايفون وعالايباد. اه فانا هختار ايفون عشان نبدأ بحاجة سهلة. كده اللي انا هشتغل عليه هيشتغل على الايفون فقط. او اللي هيبقى معدل حجم الايفون فقط. هعمل وده هيا هيقول لي عايز تحفظ الابليكيشن بتاعك فين. انا هعمل فولدر جديد هنا هسميه انترنت كورس 2014. وهقول هنا create. اوكي. هروح انا للمكان اللي حفظت فيه الملف بتاعي. ايفون كورس. ايفون بروجيكت. هدي انترنت كورس. هلاقي ان الاكس كود عملي مجلد او فولدر باسم الايه باسم المشروع بتاعي. اهو. المشروع ده في اهم حاجة بالنسبة لي الايقونة الزرقة دي. دي بتمثل المشروع بتاعي. وده ملف لما تضغل عليه مرتين هيتفتح في الاكس كود. وفولدر تاني باسم المشروع برضو. ده فيه الملفات بقى اللي هي المصادر وملفات البرمجة والصور وكل حاجة هتضيفها للمشروع بتاعك. اه بالنسبة التست ده المشروع ده مش هنتكلم فيه دلوقتي. اوكي. فتجاهله تماما. اوكي. طيب. هقفل انا الفايندر وارجع للاكس كود. واشوف المنظر المرعب اللي طلعلي ده. اه ده برنامج الاكس كود. اه طبعا فيه هنا حاجات كتير وانت شايف تفاصيل كتير. لكن مش عايزك تقلق. اه ان شاء الله دورنا اه ومهمتنا في الدورة دي ان احنا نتعرف مع بعض على الاكس كود وازاي نستخدمه وازاي نبدأ نبرمج فيه. اه انها اه 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 اه